موسيقى منذ منتصف الاربعينات حين نالت استقلالها لم تعرف سوريا خلال تاريخها الطويل الممتد حالة تأميم ممارسة سياسية وحرمان الكثير من فئات الشعب من حقهم في المشاركة السياسية إلا في عهد حكم البعث الذي جاء بانقلاب عسكري سمي زورا وبهتانا بالثورة دون أن يحمل أي من صفاتها ومقوماتها الحقيقية كما يرى العارفون بخبايا الثورات حالة تأميم العملية السياسية تمثلت بشكل واضح وجلي في المادة الثامنة من الدستور التي تقول إن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع في هذه المادة من الدستور السوري تم اختصار سوريا دولة وشعبا منذ عقود بالحزب القائد وعليه صار لزاما على السوريين أن يقبلوا بحزب واحد هو الحزب الحاكم فهل ثم تمكان في سوريا المستقبل لحزب قائد للدولة والمجتمع يظل رابضا على صدور السوريين سواء فاز بانتخاب أم لم يفوز سؤال أجاب عليه السوريون في ثورة الحرية والكرامة فالقول بأن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع يلغي حق كل السوريين من غير المنتسبين لحزب البعث في أن يمارسوا حقهم في الوصول إلى حكم ديمقراطية ولعل هذه المادة تشكل كما يقول أهل القانون صورة وقحة من صور الاستبداد والتصلط التي تم استخدامها من أجل قمع كرامة وقيمة الإنسان نهيك عن الاستبداد الذي مارسه حزب البعث طويلا عبر محاولة السيطرة على العقل والفكر من خلال تجين الأطفال عبر تنسيبهم قصريا لمنظمة طلائع البعث ثم الشبان عبر إلزامهم بالانتساب إلى اتحاد شبيبة الثورة في مصادرة قصرية لحق المواطن في حرية الرأي والاختلاف السياسي والعقائدي ومثلما لن يكون مكان في سوريا المستقبل لحزب قائد للدولة والمجتمع يؤمم السياسة لن يكون هناك مكان أيضا لرئيس يحكم السوريين إلى الأبد لم تعرف سوريا الشعار قائدنا إلى الأبد إلا في عهد الرئيس حافظ الأسد الذي استطاع عبر آلة القمع والاستبداد أن يحرم السوريين من حقهم في انتخابات رئاسية تعددية حين تحول الأمر برمته طيلة ثلاثة عقود إلى استفتاء على مرشح واحد يحصد نسبة 99% وما يزيد وقد استمرت حالة تأبيد الرئاسة في عهد التوريث فصار بشار الأسد في عرف الاستبداد السياسي حاكما للأبد لكن الناس الذين خرجوا في مظاهرات الحرية يهتفون ضد هذا العرف البالي وضعوا خطا أحمر للعودة إلى الوراء ولهذا لن تقبل سوريا المستقبل برئيس جمهورية إلى الأبد مهما كانت مزاياه ولن يكون بمقدور سوريين وهم يرسمون ملامح المستقبل بتضحياتهم ودماء أبنائهم أن يكونوا خارج مفاهيم الحكم الرشيد الذي يقول إن الشعار إلى الأبد قد سقط إلى غير رجعة وأن الرئيس إلى الأبد صار صورة من صور الماضي الذي دفع السوريون ثمنا باهضا للخلاص منه ترجمة نانسي قنقر